لم يزل الفرقاء السياسيون لسيما متصدروا المشهد يسابقون الحوارات للخروج بنتيجة مشانها إزاح الضبابية الوضع في البلاد والوصول إلى سيغة مشانها العبور إلى الطمأنينة عقدة الاتفاق بين الكتل السياسية المختلفة فيما بينها على شكل الحكومة المقبلة لم تزل متشابكة حوارة تجري باستمرار بين مدة وأخرى ولكن الحجر العائق أمام بوابة التراضي لم ترفعه السياقات التي تطرح عند الحديث عن تشكيل حكومة توافقية حاضنة لجميع الأطراف لا أعتقد أن هذه الحكومة سوف تكون توافقية ولكن كل فريق يحاول الضغط كي يفرض شروطه ويحصل على موقع تفاوض أكثر هناك حوارات بين الكتل وتبادل زيارات ولكن لم تصل إلى التحالفات سوف تستمع وسوف تشعي تنازلات من كالأطراف لأن نصل إلى حكومة توافقية الإطار التنسيقي تبنى فكرة المضي باتجاه خلق جبهة من الحوارات مع الكتلة الصدرية للوصول إلى ما يخدم الطرفين سياسية حكومة الأغلبية يستبعدها مراقبون ويصفون زحمة المهاترات وجوة تخاصمه بردود الفعل لأن الجميع سيذهب إلى تسمية المصالحة التوافقية كسابقاتها من الحكومات هذا الحراك على أساس أنه ما هي شكل الحكومة وما هو شكل العملية السياسية في المستقبل وهذا الحراك ينتهي بالنتيجة النهائية إلى وجود توافق بين هذه الأطراف على مجموعة من النقاط النقطة الأولى أنه لابد أن تكون الكل مشتركين بالحكومة حسب ما أتوقع أنه رئيس الوزراء سوف يكون رئيس وزراء التسوية على أساس التوافق الضمانات الحكومية المستقبلية للكتل هي الأساس في صناعة دوامة الصداع السياسي فكل يعمل على خلق وتر مؤثر باستطاعته أي غير الكثير في قادم الحكومة التي ستتشكل جدلية التفاوض السياسي بين الكتل على شكل الحكومة المقبلة تلوح بالأفق وأمال الاتفاق على صيغة مشتركة بين الجميع تعلق أجفانها بخاطر سلسلة الحوارات المستقبلية أحمد ليث بغداد الرابعة